عشرين أوت خطط لها مدة ثلاثة أشهر أخذت نفس التخطيط لأول نوفابر نفس الفترة الزمنية وتم وضع استراتيجية شاملة مدققة بحيث كل واحد عرف مكانه وعرف عمله وعرف ما يجب عليه القيام به فكان الموعد هو منتصف النهار يوم السبت في منتصف النهار أي بداية العطلة الأسبوعية قبل أقل من شهر على هذه الأحداث وبالضبط في الثالث والعشرين من شهر جويليا خمسة وخمسين وبعيدا عن الأنظار اجتمع زيغود يوسف بقادة النواحي في كدية داود ببشططة من أجل التنسيق للهجومات والتخطيط لها بدقة ذلك ما عرف باسم مؤتمر الزمان وقد ترتب عنه ذلك النجاح الكبير للهجومات وفعلا استطاعت هذه الهجومات أن تحقق في يومها الأول كل الأهداف لم تستثنى دوار أو مشتا لم تكن فيه هذه الهجومات شارك فيها الصغير شاركت فيها البنت شاركت فيها المرأة شارك فيها الشيخ وشارك فيها الشباب كلهم